لما كنت في عين شمس جبت عربية منظرت بيها على خلق الله وعدت تروح بيها الشغل وبتاعت قابل الناس على انك انت عادي يعني صايا صايا قال لها حاجة عندي كانت ايه وجهة نظرك لا ما فيش هو الموضوع ان انا وانا في الجامعة ما خلش معها عربية عادي انا كان مصروفي 80 جنيه في الشغر 80 جنيه في الشغر لما جيت اتخرجت فابوها جاء قال لي ايه انت عايز تمثل قال انا انا ما حيلتيش في مكافحة تنهاية الخدمة 32000 جنيه هتاخد نص اخوكي هاخد ايه نص ام قطروا ماشي وما فيش بقى عنديش شقة ما عنديش اي حاجة ما عنديش بقى ام فروز دي طهت العربية جيبهم عربية خدتهم بتاع جيبهم عربية فبقى ايه زي ان انا ما عنديش العربية دي شقاتي بقى ودي دبيتي بقى دي دونياتي فانزل اخد العربية ولبس اللبس وبتاعه ورح الشغل فالناس عشان انا يعني مهندم شوية كنت مهندم زمان لا اخوكي تقولش كده وانت لبس البدلة يا راجل بدلة منها هلاحها دلوقتي هلاح بقى والله لا هلاحها دلوقتي بس انت يعني المقاد دي حلوة او من غيرها بس خلي بالك انا لو قلعتها هبقى واحد تاني طب ايه العجاكتة احنا يمنا ايه ده ايه ده عشان نخلص بس ايه عشان نخلص صلى على النبي عوضي والله منظرك هتخش عليها بواني والله ما تقول لها مش قادر لو النبي هذا الرجال عوضي بقى يعني انت هتبقى دلوقتي عوضي مختلف تعافوا بقى هبقى هبقى معاك احنا هبقى كده عشان نسمعك كده هبقى معاك احسن طب يلا اه خلاص بقى وشمر الدرعات كده خلاص وحبك تعمل فيها خلاص بقى والبرنس والبتاع مش لابقلي لا لابقلك والله ما كان لابقلي هلو لا بقلك مس كده هلو لا بقلك دي ماشي بقى كده مع كده عوضي بقى اه مكان ما نشأنا وطرع رعب بتنمي مهارات برضو جاية من من كونك نشأت في البيئة دي رحت في البداية انت دلوقتي خريج كلية التجارة الخارجية وما دخلتش معها تفنون مسرحية لكن طورت أدواتك بناء على نصيحة نصيحة مين أستاذ نور الشريف ايه اللي خلينا أصحك النصيحة دي وعلاقتك بيك أتعاملها ازاي أنا علاقتي بأستاذ نور كانت علاقة قوية جدا هو اللي اكتشافني وهو الأب الروحي قبل ما يبقى المعلم ليا وهو أول واحد داني السقة ان أنا عبقى حاجة كويسة فكان دايما لما يقعد معايا بتعامل معايا أب وابنه مش نجم وممثلهم اكتشفوا فكان دايما يقول لي لأ انت لازم طول الوقت تتوسع مدركك لازم يبقى عندك ثقافة بكل شيء مفيش حاجة معنا بقرأ في الحتة الفلانية بس لأ انت بتقرأ في أي حاجة قال لي لأ ورقة جورنال واقع قدامك أراه وده الخنابوية معلمولي من أنا صغير كمان سأكدولي يوسيز نور الشريف ترجمة نانسي قنقر